انتشرت قوات الأمن في مدينة عدن جنوبي اليمن للتصدي لما سمي نزعة انفصالية عند الاحتفال بذكر استقلال الجنوب عن بريطانيا وذكرت وكالة فرانس بريس أن اثنين قتلا برصاص مجهولين أمس على الطريق بين عدن وصنعاء وكانت اشتباكات نشبت خلال الاعداد لهذه الاحتفالات وأسفرت قبل بضعة أيام عن مقتل خمسة مدنيين